العائد من جديد أحييك كابتن عوداً حميداً اشتقنا لوجودك معنا كثيراً تفضل لفك كذا كابتن نتعود على اللقاءات أحييك كابتن مبروك الفوز مبروك التأهل لدور 16 عارف أن في هذه المباريات تهمكم فيها النتيجة أكثر من المستوى لكن لنتفق أن الاتحاد تأخر كثيراً في التسجيل مرة أكثر من ساعة والاتحاد كان متأخر هو الشيء بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونشكر على التأهل طبعاً مباريات خروج مغلوب فمو مهم فيها المستوى المهم أنك أنت تطلع بالنتيجة المطلوبة الحمد لله ممكن الشيطة أول ما ظهرنا بالسؤال المطلوب الشيطة الثاني تغيرت بعض الأمور داخل الملعب والحمد لله قدرنا نحقق الفوز كابتن على المستوى الشخصي بعد العودة أيضاً بشكل بسيط تعرفت إلى إصابة ثم اليوم عدت كابتن أول شيء كانت الإصابة في نفس المكان أو أنه كان في مكان غير لا الحمد لله على العودة أحمد الله واشكره على هذا الشيء طبعاً الإصابة الثانية ما هي نفس الإصابة الأولى الإصابة الأولى كانت الغضروف الإصابة الثانية كان عندي كسر في المشت والحمد لله قدرت خلال الفترة اللي راحت أنه أنا أكون في العلاج ومرحلة التأهيل والحمد لله قدرت أرجع في الوقت المناسب استعادة المستوى واستعادة الوهج تحتاج من خلالها وقت أما أن اليوم أحمد عسيري يستطيع أن يقول أنه جاهز لا الله المستوى اللي ظهرت فيه اليوم ما هو مستوى أحمد عسيري أنا ماني راضي عن نفسي هذا المستوى إن شاء الله الفترة الجاية راح أشتغل أكثر وأكثر لأرجع المستوى أفضل إن شاء الله خيراً كابتن هل الفريق يرتاح من نفسه وأدائه خاصة قبل لقاء مهمة من الهلال والله شوف الفوز هذا ممكن أنه يكون مريح لكن براتنا مع الهلال مباراة ما تقبل قسمه على الهتلين مباراة لها ظروف خاصة فإن شاء الله تجهيزنا سيكون أفضل عن المرحلة اللي فات عوداً حميداً مبروك آلاتي قرار